ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة الأمة هي الجماعة أو القبيلة أو الفئة من الناس واجتنبوا الطاوت أي جانبوا عبادة الطاوت ومتابعته وهذه الآية فيها فوائد عظيمة جدًا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولأهل الدعوة الصحيحة عموماً وفيها ردٌ على أهل الباطل وجميع الدعوات الباطلة أياً كانت لأن الله سبحانه وتعالى جعل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام أجمعين إلى أمرٍ واحدٍ في الأساس وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به والدعوة إلى ذلك كله فقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولَا ما مهمة هؤلاء الرسل جميعًا عليهم الصلاة والسلام مهمتهم هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط وفي قوله تعالى أن اعبدوا الله إشارة إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية فجميع الرسل ركَّزوا جميعًا على أمرٍ واحدٍ وهو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وهو الذي وقع فيه النزاع بين الخلائق أجمعين وهو حاصلٌ في يومنا وإلى يوم الدين وتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية هو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس كما قال الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْا لِيَعْبُدُونَ وَلِذَلِكَ ابن عباس رضي الله عنهما من عظيم فقه بكتاب الله قال معنى يَعْبُدُونَ في هذه الآية يُوَحِّدُونَ إِذَنْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا أَيْ وَحِّدُوا فجميع الرسل جاءوا للتوحيد والناهي عن الشرك قال واجتنبوا الطاوط إذن أي دعوة على وجه الأرض لا تدعو إلى هذين الأصلين الذين هما أصل الأصول وأساس الدين وأساس الإسلام وأساس الملة هي دعوة باطلة وكذا أي داعي مهما سمى نفسه سلفيا أو خلفيا أو سنيا أو تبليغيا أو إخوانيا أو 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 لم يدعو إليهما فهو على باطل وإن بلغت عمامته عنان السماء هو على باطل وليس على منهج الأنبياء والمرسلين أبدا أبدا لا من قريب ولا من بعيد لماذا لأنه خالف الرسل في أصل دعوته فمهما التقى معهم في غير أصل وأساس الدعوة فهو بعيد منهم ومن دعوته عليهم الصلاة والسلام وما وقع النزاع والابتلاءات والامتحانات للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا من أجل هذه الدعوة عن التوحيد والنهي عن الشرك ما وقع النزاع بين الرسل وأقوامهم في صلة الرحم ولا وقع النزاع بينهم في الأمانة ولا في الصدق ولا في غيرها من الأمور التي من الإسلام ويركز عليها دعاة التميع العدسي من بتاع الصحافة مدرمين إسماعيل مطر كلهم والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين ومن لقبه بهذا قومه من المشركين وكانوا يمدحونه بصفتي الصدق والأمانة وأيضاً لما نزل عليه الوحي وجاء ترتعد فرئيس إلى خديجة رضي الله عنها قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم كان يصل الرحم قبل الرسالة وكان صادقاً وأميناً وتحمل الكل وتكسب المعدوم كل هذه الصفات كانت في النبي عليه الصلاة والسلام قبل بحثته وكان المشركون يمدحونه بهذه الصفات الصادق الأمين إلى آخره ولكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ودعاهم إلى التوحيد قالوا له تباً لك ألي هذا جمعتنا أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لشيء عجاب لم تكن المشكلة في تلك الأمور الصدق والأمانة وصلة الرحم إلى غيرها وإنما المشكلة بدأت لما دعاهم إلى التوحيد إذن أي داعية أي داعية يدعو إلى هذه الأمور الصدق الأمانة صلة الأرحام أقيام الليل إلى غير ذلك ولا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ما أتى بدعوة الرسول ولا دعوة باقي الرسل من قبله عليهم جميعاً الصلاة والسلام لابد أن تفهم هذه المسألة وهذه المسألة غابت عن أكثر العلماء ولذلك تراهم يركزون في دعوتهم على تلك الأمور التي ذكرت ولا تحدث لهم مشاكل حتى إذا رأى هؤلاء العلماء هذا الصنف من العلماء رأوا دعاة التوحيد يدعون إليه ويدعون عن ضده وقد قامت في وجوههم المشاكل والابتلاءات والامتحانات قالوا هؤلاء ليست لهم حكمة لأن العالم الفلاني لم تحدث له مشاكل ولم تحصل له ابتلاءات ولا انتحانات لماذا؟ لأنه لم يدعو إلى الأمر الذي جرّة المشاكل بسبب الدعوة إليه وهو حق وهو التوحيد وإنما إن صرفوا عنه إلى غيره وإن كان لهم علم وإن كان لهم حفظ لكتاب الله وبعضهم يحفظوا كثيراً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كالحمار يحمل أسفاراً لأن هذا الكتاب من أوله إلى آخره كله دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكذا السنة من أولها إلى آخرها دعت إلى هذا وتجد الواحد منهم يحفظ السيرة ربما عن ظهر قلب أو بعضها ويقصها للناس ويبكيهم ويبكي هو ويبكون جميعاً ولم يعلم أن السيرة كلها ما جاءت إلا في أمر التوحيد فهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها المشاكل التي واجهته عليه الصلاة والسلام لماذا واجهته؟ لأنه قال قولوا لا إله إلا الله تغلق وفيها الغزوات والحروب التي فيها قتل وسبي وفيها وفيها لماذا قامت الغزوات والحروبات؟ من أجل التوحيد لم تكن من أجل صلة الأرحام أبداً لم تكن من أجل الأمان أبداً لم تكن من أجل ما يسمى من أجل الرقائق أبداً لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصف بالصدق والأمانة وصلة الأرحام قبل بعثته وكان المشركون يفتخرون به إذا ليست المشكلة هنا وإنما المشكلة لما دعاهم إلى الأمر العظيم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط ومن فوائد الآية قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط جمع الله بين الأمرين معاً في دعوة الرسل فكل داعية لا يجمع في دعوته بين الأمرين معاً فليس متابعاً للرسل وإن ادعى ذلك أبداً لأن الله قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط لابد أن تأمر الناس بالتوحيد وفي نفس الوقت تنهاهم عن الشرك ومن فوائد الآية التركيز في دعوتك الناس إلى التوحيد إنما يكون في الألوهية لأنه وقع فيها النزاع في الغالب ولأن من وحد الإله وعرف الإله وحد في باقي أنواع التوحيد إذا دُعِي إليها بعلم ومن فوائدها أيضاً ذكر أهل الباطل وإن اقتضى ذلك تعيينهم لأن الله قال واجتنبوا الطاوط ونقول لمن لا يرى ذكر الأسماء خوفاً من البلاغات أو جهلاً بالكتاب والسنة أو طمعاً في ملء جيبه بالجنيهات سؤال واحد تناقش به أعتى شيخ لا يرى جواز ذكر أسماء أهل البدع سؤال واحد يكفي إن شاء الله تسأله وتقول له هل فرعون ضال كافر إن قال لا فهو كافر وإن قال نعم كيف عرفت ذلك أيها الشيخ قال لأن الله ذكره في القرآن وبين أنه ضال وكافر نقول له إذا كان الله تبارك وتعالى قال في القرآن إن فلاناً وفلاناً وجنودهما كانوا خاطئين من هو فلان ثم من هو فلان لم يكن ليعرف ضلال فرعون ولم يكن ليعرف فرعون أصلاً لو لم يذكر الله تبارك وتعالى اسمه وحذر منه في القرآن باسمه باسمه فمثل هؤلاء إما أنهم جهلة وهذا قليل في ظني وإما أنهم أكل وهذا الأكثر في اعتقادي ومن فوائد الآية الصراحة والوضوح في الدعوة إلى التوحيد والتفصيل ولو لم يكن التفصيل في الدعوة إلى التوحيد واجبًا لما قال الله أن يعبدوا الله ثم قال واجتنبوا التغوط لقال الله أن يعبدوا الله وهذه تقتضي عدم عبادة غيره صحيح أن يعبدوا الله ولكن قال الله عز وجل أن يعبدوا الله وقال واجتنبوا التغوط ومن فوائدها أيضًا أن من عرف توحيد الله تبارك وتعالى وعرف حق الله عز وجل لم يصر مسلما لم يصر مسلما حتى يكفر بالطوغيط وبعبادة غير الله لأن الله قال أن يعبدوا الله وقال واجتنبوا الطوغط وما يفسر هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام فقهوا علاج جميع المشاكل التي على وجه الأرض والتي واجهت أممهم وقبائلهم وعرفوا أن الحل لجميع المشاكل البداءة من أساس المشاكل وهو البداءة بأصل المشاكل وأمها ومسببها الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الطواغط الآن الجماعات في الساحة كثيرة جماعة الإخوان المسلمين جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة حزب التحرير حزب الأمة حزب الاتحاد الديمقراطي إلى آخر وكلهم يدعي ويزعم الإصلاح الإصلاح عند الرسل جميعا 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 بلا سثناء أن تبدأ بإصلاح العقيدة قبل التبرج لأن الحجاب ما فرضه إلا في السنة الخامسة من الهجرة يعني بعد طمنطاشر سنة من الإسلام إذن الداعية الذي يجعل من بره في كل جماعة إلى أن يموت حديثاً عن التبرج والحجاب خالف هذه الآية وبالتالي خالف دعوة جميع الأنبياء والرسل جميعاً الذي يجعل من بره علاجاً لأكل الربا والمحرمات فقط فقط ولا يتكلم في أصل الإسلام وفي أساس المشاكل والمحرمات وأساس المنهيات خالف دعوة جميع الرسل جميع الرسل ونحن نرى طريقة كثير مش كثير طريقة أكثر الدعاة على وجه الأرض الأرض اسمع هذا الكلام جيداً على وجه الأرض أنها طريقة باطلة في الدعوة هذا ما نراه ونشهد الله عليه لأنهم ما علموا منهج الأنبياء لا يمكن لداعي أو عالم يأتي في قناة أو وسيلة إعلام أو مسجد أو أي مكان ويرى فيهم الشرك وعبادة القبور وتقليد الأوتار أو التمائم أو الحجبات والاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والصالحين ويأتي ويعلمهم فقه الطلاق أو دورة كبرى في فقه النكاح أو دورة شرعية علمية منهجية كبرى في فقه البيوع ما ندين الله سبحانه وتعالى به أنه على باطل أنه على باطل شاء أم أبا رضي أم كري ولا يشترط في كونه على باطل أن يرضى يقول لك الزل والله قال أنا ما على باطل البرايب يقول أنا ما على شرك فرعون لا يقول أنا على كفر وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا فرعون لا أحد يرى أنه على باطل أيها الإخوان أيها الناس أنا ببعض إخوان يقول لك أنت قدت بفولندا بما على باطل وما شي الحزبين وأنا سألت والله بالتلفون قال لي لا أنا ما على باطل هو على باطل وأنت على باطل في هذه المسألة أنت أيضا على باطل لأنك ما فهمت الدين من من الناس يرضى لنفسه الكفر ويقول أنا كافر وأنا على باطل وأنا مجرم من يقول ذلك من يقول ذلك واحد يقول لك أنت صلت على عبد الحي قلت لي أنت سروري قال لي لما سروري أنت ما فهم الحاصل إذا لا تقاس المسألة هكذا والدعوة هي دعوة التوحيد ويكفيك في ذلك نصوص منها من هو إمام الموحدين في الخلق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وفي هذه الآية ذكر والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال الله عز وجل لإمام الموحدين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل لئن أشركت يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد توحيد العبادة توحيد العبادة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا محمد يا إمام الموحدين هل يجوز لعالم أو دكتور أو برف أو محاضر في جامعة أو أستاذ مشارك أو أستاذ ما بعرف كيف لا ينهى الناس عن الشرك ويدعي أنه سلف وأنه عالم وبعض الدعات اسمع هذا الكلام ربما تسمعوا لأول مرة بعض الدعات يرفع شعار السلفية سلفي نعم سلفي نعم شعار سلفية ويحارب الإخوان المسلمين ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً وإذا قارنت محاربته لهؤلاء وكلامه في الشرك وفي عباد القبور من المتصوفة وغيرهم تجده لا يساوي عشر معشارة كلامه ذلك هذه ليست دعوة السلف ليست دعوة الرسل ولا الأنبياء شاء من شاء وأبى من أبى وطار من تار لأن النص واضح ولقد بعثنا في كل أمة كل 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 أمة رسولة يعني كل رسول جاء لكل أمة قال لهم كلمة واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوم والله مهما زكاه العلماء ولو زكاه من زكاه ولو كان أبوه ابن تيمية ولا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك دعوته باطلة وأنت أيضاً أيها سامع أنت أيضاً إذا لم تدعو إلى هذا الأصل توحيد وتنهى عن الشرك ويكون هذا الأصل هو همك الأكبر الأعظم الوحيد فأنت لست على التوحيد في طريق الدعوة إلى التوحيد آذوا صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعليه صلى الله عليه وسلم